صباح الخير مستمعنا الكرام تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم برنامج ضيف الصباح سعدوا فيه باستضافة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات سيد كريم ومان صباح الخير سيد كريم وشكرا لدعوة الكريمة سيد كريم ومان توسع المدن السريع تزايد أيضا عدد سكان في بلادنا من بين التحديات التي لها انعكسات مباشرة على جميع مناحي الحياة الاقتصادية السياسية الاجتماعية البيئية أيضا يؤدي بسفة مباشرة إلى تزايد عدد النفايات ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وناجعة سوء إدارة النفايات يلحق الأضرار بصحة الإنسان والبيئة ويزيد أيضا من تعقيدات التغيرات المناخية والتحديات المناخية ما هي باعتقادكم أو ما هي النظم الجيدة لإدارة النفايات وبناء اقتصاد تدوير مستدام تعزيز النمو الاقتصادي نتفق أولا أن النفايات تعتبر مؤشر حول النشاط أي منطقة أو أي بلدية أو أي مدينة أو أي ولاية أو أي بلد عبر العالم لأن النفايات هي مخلفات نشاطات عادية لإنسانية تحويلية اقتصادية لذلك تتطور مع تطور المدن وأكيد أن نوعية النفايات لا نكتفي أن نتكلم إلا بكمية النفايات التي تتزايد سنة بعد سنة ولكن حتى نوعية النفايات تتأرجح حسب طبيعة المدينة سلوكيات المواطن وسلوكيات الإسلاك للمواطن نوعية النفايات أكيد نوعية النفايات تغيرت جذريا في التسعينيات والثمانيات كانت نفايات معظمها عضوية ولكن في الوقت الحالي نشاهد ونلاحظ والباكرة الوطنية نفايات دققت في نوعية النفايات التي تنتج من قبل المواطن الجزائري أصبحت أكثر مغلفات أصبحنا نجد في النفايات المواطن الجزائري نفايات خطرة إذن النفايات أصبحت مركبة لذلك واجب التعامل معها بطريقة جديدة طريقة عصرية طريقة تسمح تجنب التأثير على صحة المواطن وعلى البيئة لهذه النفايات ماذا تقصد نفايات مغلفات سيد وما؟ كلنا لم نكن نستهلك المياه المعدنية في البويت تعنا من قبل في سنة ثمانية وتسعينيات ولكن أصبحت موجودة بكثرة نستعمل القارورات البلاستيكية حتى الزجاج أصبح ضئيل في مقابله أكثر نفايات البلاستيكية لأن المغرفات البلاستيكية في نجاعة في النقل لذلك أصبحت تستعمل بكثرة ولكن بعد عملية الاستيلاك سوف تؤثر سلبا على عملية جمع والنقل والتخلص من النفايات لذلك لاحظوا بالأصبحت موجودة بكثرة إذا أخذنا إلا النفايات المغلفات المياه المعدنية حوالي 4% من إجمال النفايات المنزلية 4% من ناحية الوزن هي لا شيء ولكن لازم نشوف هذه النفايات بالنسبة للحجم تأخذ أكثر مكان في الحويات أكثر مكان في الشحينة النقل وأكثر مكان في مراكز الردم التقني في المقابل إذا قمنا بفرزها عند المصدر هي مصدر لمادة أولية مهمة وهي بلاستيك يمكن إعادة تدويرها إذن منظومة تسيير النفايات لازم تواكب التطور العمراني والتطور للمستوى المعيشي المواطن ما هي باعتقادك الإكرهات التي تحول دون تدبير جيد لهذا القطاع القطاع الاقتصادي باعتباره مورد هام لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل والله يشوف التعامل مع النفايات هو التعامل يومي ولكن لازم ندخل في إطار في تفكير جديد بالنسبة للنفايات هو التسيير عبر التخطيط في وقت ماضى كنا نكتفي بالنقل بجمع والنقل والتخلص من نفايات ولكن شفنا بلي حتى هذه الطريقة عندها محدودية لذلك وجب التطوير هذه المنظومة والمرور إلى المنظومة أكثر نوعية ترتكز على مفهوم النفايات تساوي مادة إذا مرنا من هذه المرحلة إلى مرحلة المادة كل التفكير تعنا كل الفلسفة تعنا كل طرق التسيير سوف تتغير وسوف تتلقى إلى مساوية أخرى أنا لا أقول شو باللي كان عوائق ولكن لازم زهنيات تغيير أكيد الجانب السوسيولوجي مهم ولكن لازم نواكبه كذلك بتقنيات تسيير حتى لما رجمته لا تطور بكثرة لازم ندخل المعلوماتية في التسيير هذا النمط الجديد لازم نحضر نفوسنا باش نجسدوه في أمر واقع ولكن لازم باش يجي لازم انخيرات الجميع لا ننسى أن النفايات تعني الجميع النفايات لا تعني إلا المواطن وحده أو البلدية وحده ولكن تعني الجميع لذلك لازم لازم إيجاد منظومة لتخلي الجميع يعمل بتجنس إحنا المشرع الجزائري وضع بالنسبة لإذا تكلمنا عن النفايات المنزلية وضع ما يسمى المخطط البلدي لتسيير نفاياته المخطط كان الكثير خاصة في الجماعات المحلية وحتى بعض المسؤولين للأسف يستصغروا مع هذا المخطط ولكن هذا المخطط يدخل في إطار العمل استشرافي على مدة طويلة في الزمن ما يمكنش نضكها نقرر نوضع منظومة في الحين وهذه المنظومة تكون محدودة في الوقت لذلك واجب تخطيط على الأقل عشر سنوات وتحيين دائم لهذه المنظومة اقتناء الحويات ليست عملية شراء ونقطة إلى استطلها اقتناء الحويات هي أول حساب نوعية كمية الحويات احتساب كذلك نوعية كمية الحويات وكذلك احتساب أماكن وضع النفايات ليس بالعمل العبثي لذلك يجب أن نتخل في طريقة جديدة طريقة التخطيط مرنا على مرحلة قادمة هي اقتناء عشوائي شفنا المحدودية تحا ولكن لا حتى التسيير في خلل وزارة البيئة من جهة أنتم كوكالة البلدية لديها مسؤولية أيضا لا شوفي مشاعجة زيني وضح الأمور هذه أولا وزارة البيئة هي تعمل على كل ما هو استراتيجيات وسياسات وطنية في مجال تسيير النفايات الوكال هي أداة للوزارة البيئة لتنفيذ هذه السياسات الجماعات المحلية معنيين بالتسيير نفايات المنزلية وتسيير ولكن معي你 رتحهم هي السياسة الوطنية ولا السياسات الوطنية ولا الاستراتيجيات الوطنية ولا يخفى لا تنسو similarity كما كل شيء من نفاية المنزلية كالنفاية الخاصة كالنفاية الخطرة كالنفاية الهامدة كل معني ومسؤول على النفاية التي ينتجها كم قدر إنتاج النفايات مؤخرا في بلادنا سيد دوما شوفي إذا تكلمنا عن النفايات المنزلية هي الوكالة الوطنية نفايات قامت في السنة الماضية بعمل مدة سنة كاملة لاستنتاج الإنتاج الفردي بالنسبة للوطن سوف نعلن عليه قاربا ربما في الشهر القادم إن شاء الله سوف يغير هذه المؤشرات الجديدة سوف تغير كل المفاهيم بالنسبة للتسهيل النفايات المنزلية في الجزائر النفايات المنزلية قدرت حوالي 13 مليون طن سنويا كان عليها تأثير في مرحلة كوفيد-19 كانت تخلصت بعض النوعا ما هذه الكمية النفايات ولكن شوفوا الإشكال تعنا أننا نبقى نشوف النفايات إلا بالجانب الكمية مناشا رعيب بالجانب النوعي النوعي الفرز طبيعتها إذا تكلمنا عن أنواع النفايات التي توجد في كيس القمامة المواطن الجزائري 54% هي نفاية عضوية إذا قمنا بفرزها عند المصدر راح تسمحنا باش ننتجو ساماد ساماد الصالح للزراعة يسمحنا كذلك إنتاج طاقة أخرى طاقة ننظيفة في البدن المثل البدن القاريب البدن الأوروبية في بعض الأحيان في المنازل تنتج إنتجو ساماد وإنتجو طاقة كذلك تستغل في المنازل ما الذي يمنى عدم استغلالها أنتم كنتم صرحتم أيضا سابقة بالنسبة لهذه النفايات العضوية أنها تتصدر المرتبة الأولى في بلدنا تثمينها يحتاج إلى برنامج يحتاج إلى خطط خاصة في الظروف الحالية الآن ظرف تحدي اقتصادي تحدي الأمن الغذائي ما هو البرنامج الذي يضمن تمثيل أو تثمين أفضل لهذا النوع من النفايات شوف الإشكال الأول بالنسبة للنفايات العضوية هي لتثمينها لازم يكون كما قلوا بالعامية عنقية كلنا أصبحنا نلاحظ أن ننتج الكثير من النفايات الخاصة في المنازل البطاريات هذه النفايات تشكل عائق بالنسبة لتثمين النفايات العضوية لذلك حتى في البرنامج تحدي الفرز لازم يكون معايير للفرز ونحط البلدية تحدي منظومة واضحة بالنسبة لكل أنواع النفايات التي نريد فرزها لا يمكن التكلم عن تثمين النفايات العضوية إذا لم يكون هناك برنامج لفرزها في المصدر وكذلك برنامج لفرز المكونات الأخرى للنفايات لا يمكن تثمين النفايات العضوية مدام فيها بطاريات فيها حقن ونفايات خطيرة أخرى التي ينتجها المواطن الجزائري أكيد أن كل هذا يرتكز على وضع منظومة بالنسبة لكل هذه أنواع النفايات ويكون في كذلك يواكبها برنامج تحسيسي دائم في الوقت بالنسبة للمواطن بالنسبة لكل فاعل كذلك إلى أي حد ساهم البرنامج الوطني سيد ومان لتثمين النفايات في إيجاد حلول لبعضها الآن تقول أن هناك تعقيدات بالنسبة لإعادة تثمين هذه النفايات وكم بلغت النسبة الوطنية لإعادة تدوير النفايات هو تعقيدات هذه موجودة في كل أنحاء العالم لا يجب أن يغررنا المؤشرات لنسمعهم على الكثير من الدول المتقدمة الدول المتقدمة أكيد لديهم شوط كبير بالنسبة لهذا الموضوع ولكن عندهم طريقة ترويج لسياسة هم تسمح لهم باش يغطيوا على الكثير من النقائص الموجودة في بلادهم أنا قلت لك في بداية الحصة أن تثمين نفايات هو موضوع يومي كل حتى منظومة كذلك تموجودة منظومة صحيحة وتعمل مدة طويلة أكيد أحيانا سوف يكون هناك خلل المهم أن بالنسبة للفرز يجب تحيينها ومواكبتها نعم أكيد لازم تحيين دائم في الوقت لذلك إذا تكلمنا عن الفرز الانتقائي في المصدر عنده معايير وأهداف الاستراتيجية وضعت وزارة البيئة وضعت وزارة البيئة استراتيجية ولكن النتائج محققة لا تعكس لغم أنه ضمن استراتيجية شوفي ما زمش نسرعه كذلك كانت عندنا عدة تجارب من قبل بالنسبة للفرز الانتقائي ولكن صدمنا بالعديد والكثير من العرقيل في الميدان لذلك عندنا ذكر شوية خبرة بالنسبة لبعض البرامج لجلسناهم باسم وزارة البيئة إذلك ذكر ما زمش نسرعه كل حاجة تأخذ وقتها دعونا نكون موضوعيين ربي سبحانه خلق الدنيا في ستة أيام أتأخر البرنامج لا أكيد لا أكيد لا 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 دعونا نوضعك برنامج ليس فرز النفاية لا 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 الفرز عنده معايير أنا كنت لك لازم أن نبحثوك بلادية ما فيهاش حتى حاويات يعني باش نروحون تحتو على فرز بارك لوفي لازم أولا وضع المنظومة الصحيحة والمنظومة الصحيحة ترتكز على التخطيط اقتناء الحويات يرتكز على التخطيط ما يمكنش باش نشي الحويات بطريقة هكذاك ما زال تخلص العشوائي من النفايات بارك الله فيك هذا أولا ثانيا ما نجبش نقفزو على المراحل لا يمكن التكلم عن عن الانتهاء من مراكز الردام التقني في الوقت الحالي سوف تبقى مراكز الردام التقني ولكن الدور تعالى هو التقليص كمية النفايات التي تذهب إلى مراكز الردام التقني كيف يكون التقليص؟ أولا عبر الفرز عبر التثمين وعبر وضع كذلك التحفيزات في كل عالم الفرز يرتكز على التحفيزات لماذا؟ لأن كان مغالطة تسهيل النفايات عنده التكلفة وليس استرجاعها النفايات لا يسمحها يغطي التكلفة تسهيل النفايات مستحيل لذلك كل حاجة في المكان تحا الفرز سيسمحها لكي نقلصه التكاليف ولكن ليس سيغطي التكاليف تسهيل النفايات حتى الفرز الانتقائي أخبر صرح سابقا أنه مبلغ 900 مليار ربما هي قادرة الدولة تسترجعها من عملية تثمين النفايات أكيد أكيد ولكن ليس تغطيش تكاليف تسهيل النفايات تكاليف تسهيل النفايات كم تقدر الآن؟ التكاليف تسهيل النفايات أولا تدفع من طرف الذي ينتج النفايات عبر كل الدول العالم المواطنية يدفع تكاليف تسهيل النفايات لأنه في آخر مطافهم نفايات انتعو البلدية راي هنا إلا لتسهيل مصالح المواطن نعم نتيجة الفرز في عدة دول عبر العالم إذا المواطن فرز نفايات راح يسمح له باش يقلص تكلفة تسهيل النفايات ولكن الفرز ما يسمحش باش يغطي التكلفة مئة في المئة ولكن الفائدة من الفرز ما هي؟ أولا الفائدة بيئية راح تسمحنا باش ننقلصوا استغلال المواد العضوية من المواد الأولية من الطبيعة فائدة اقتصادية راح تسمحنا باش ننقلصوا أولا استيراد المواد الأولية ثانيا راح تسمحنا باش نخلقوا منشآت تحويلية نشاطات اقتصادية فيها فائدة اجتماعية راح تسمح بيخلق مناصب شغل كثيرة وعديدة ومستادمة هنا تكمن الفائدة على الفرز النفايات عنده تأثير بيئي واجتماعي واختصادي كبير هل يجب اعتماد تدابير التحفيزية وسأعود إلى السؤال الذي سألتك عن نسبة انتالية ونفايات أنا قلت لك بللي الفرز النفايات ما يسمحش باش يغطي تكاليف لذلك لماذا التدابير التحفيزية؟ لجعل المواد المسترجعة تسمح لها باش تكون في مستوى تعالى الأسعار تعالى مواد الأولية الطبيعية لأن حتى العملية الفرز والاسترجاع عندها تكلفة كيف نغطي هذه التكلفة لذلك هناك حتى باش نحفز الناس باش تستثمر في هذه المجالات لازم يكون هناك تحفيزات جيبائية تحفيزات بنسبة لي العديد من الأمور لدخل في الاستثمار العادي حقيقة هذه التحفيزات راح تسمح باش تستقطب الناس باش يعملوا في هذا المجال هل نحن الآن بأمام حتمية اعتماد مقاربة مدمجة تشاركية أيضا تثمين النفايات يكون فيها إشارات جميع الفاعلين؟ هذه قاعدة في التسيير التسيير العصري يتطلب مشاركة الجميع لازم كل الفاعلين يكون عندهم قابلية للتعامل بالنسبة لهذا الموضوع وما يخفش عليك أنه إذا أردنا أن نطور قطاع تثمين استرجاع تثمين نفايات لازم تحفيز لازم وجود سوق حقيقية للنفايات هذه السوق كون يعمل فيها؟ فيها عرض وطلب فيها المتعاملين واللهنا القطاع العمومي دورتها هو التنظيم والمراقبة في آخر المطاف هي بورصة هي بورصة فيها عرض وطلب مادم هناك عرض كان طالب والعكس صحيح كذلك هذا هو السورة العمومية الدورتها هي التحفيز ووضع الميكانزمة ضرورية لخلق هذا السوق في هذه النقطة أنت كنت ترحت سابقا أنه تنظيم أو أنه يجب خلق سوق رسمية لرسكلة النفايات يحتاج هذا إلى إطار تنظيمي وإطار قانوني ما الذي تحقق لحد الآن؟ أولاً شوفي الجزائر كانت رائدة بالنسبة للتشريعات بالنسبة للتسهيل النفايات البيئة عموماً وخاصة النفايات كان قانون 019 كان رائد هذا السطر في 2001 بداية تكلم على تثمين نفايات الرسكلة الشعب ولكن وزارة البيئة الآن دخل في مرحلة أخرى مرحلة أكثر نوعية رأيت حين في هذا القانون لكي يكون عنده توجه بيئي أكيد وكذلك توجه اجتماعي واقتصادي رأيت حين في روماشي وكل النصوص التطبيقية كذلك سوف تتماشى مع هذه الفلسفة والنظر الجديدة بالنسبة للتشريع النفايات شوف الجانب الاقتصادي أصبح مهم ومهم جدا لأن شوف في سنوات المقبلة سوف يكون هناك ضغط كبير دولياً على المدى الخام سوف يكون العالم يشهد تقلص بالنسبة لي المدى الخامة الطبيعية ولكن المدى الخامة الآن أصبحت في النفايات سوف يكون هناك ضغط كبير على النفايات كذلك دور تعنا هو تحفيز الناس باش يدخلوا في هذا المجال لأنه مجال مهم مجال استراتيجي ورح يكون يسمح باش يكون عندك أن يكون في مأمن بالنسبة للتقلبات المدى الخام وإذا تكلم عن نفايات العضوية بما أننا ننتج 54% من نفايات العضوية ونحن مقبلين على تنشيط المجال الفلاحي هذه فرصة كبيرة لجعل من مشكلة فرصة رغم أنه إشارات غير معقدة والله مبدئياً غير معقدة ولكن تركيبة رغم استسغنا الربح السهل تركيبة الاجتماعية تجعل تجسيطها الأمر الواقع مركب نوعاً ما سوف تأخذ الوقت اللي يلزم المهم هو يكون كما يقول الواحد الإنسان يقول باللي المهم يكون الناس عندهم قابلية بالنسبة لهذا الأمر ويكون عندهم تفكير ولا استشرافي بالنسبة لهذه النفايات حنا حبينا نمره هناك مؤسسات ناشطة الآن نحن نعطيك بعض الأرقام نعم نحن نرى في الانتيريك في الـ 2014 حصات الواقع الوطن نفايات في الـ 2900 ناشط في هذا المجال في 2020 14 ألف ناشط عندهم سجل تجاري في مجال تسير النفايات هذا يدل باللي هناك استقطاب بالنسبة للنفايات والأمر نحن ندوره عنه هو التوضيح للجميع أهمية تسير النفايات ما الفائدة من تسير النفايات وهذا العمل الكامل بداي مدل الثمار تعه ونحن نمت يقنين أن هذه الأعداد سوف تزداد إن شاء الله نعم كنتم بشرتم أيضا سيد كريم ومان دراسة تتعلق بتطوير فروع تثمين النفايات ما هي النتائج متوصل إليها؟ تسير النفايات يرتكز على تسير عبر الشعب نحن ندورها كلفنا من قبل وزارة البيئة لدراسة ما يأتي في الميدان ما هي الكميات النفايات وما هي السبل تثمينها هذا كامل باش نمضحه للسوق الجزائرية وما تحتويه من إمكانيات ومن فرص الاستثمار في هذا المجال سوف نصرح بالمؤشرات قريبة إن شاء الله مازلنا في الدراسة ممكنش باش نتكلمو في هذه الدراسة طلبت منها وزارة البيئة سوف نتكلم عليها وزارة البيئة للأمانة ممكنش نحن للك وكالة نتكلمو عليها بدون إذن تعالي الوزارة المهم أن في هذه الشعب هذه هناك فرص كبيرة وفي كل مناطق الجزائر لأن استخرجنا خرائط كل منطقة ما تنتجه من أنواع النفايات سوف تكون فرصة للمستثمرين باش يعرفوا كل منطقة ما يمكن فعله بالنسبة لنفايات هل سيتم اعتماد ربما مخطط جديد تسييرها بناء على هذه الدراسة سيد ومان هذا هو الهدف الأساسي من هذه نفاية الإلكترونية الآن تتزايد كل أنواع النفايات شوفي كل نفاية قابلة للرسكرة ولكن في إطار منظم وإطار أنها تختلف الأنواع تحتها كان نفاية منزلية النفاية مشابهة المنزلية ليست بخطأ ولكن كان نفاية قطيرة كذلك لازم تتعامل معها بحذر ولكن عندها كان إمكانية باش نثمنها كذلك ولكن لازم تتعاملها بحذر المهم أن السوق يبرز عبر المؤشرات إذا قدمنا المؤشرات الصحيحة وإذا حيئنا هذه المؤشرات بطريقة مستدامة سوف المستثمرين يكون لديهم فرصة باش يطلعوا على إمكانيات الموجودة في السوق ورح تكون لديهم تحفيزات باش يستثمروا في هذا الميدان كيف تعملون على استقطاب المؤسسات الناشئة السيامة لإستثمار في هذا القطاع؟ هناك العديد من الفاعلين في هذا الميدان بالنسبة لنا بالنسبة للمؤسسات هو التبيان نعطرهم معطيات حقيقية بالنسبة لتسليم نفايات في الجزائر ونعطرهم مشاكل كذلك إذا تكلمنا على الشاب حامل الأفكار والستارتوب نقول له هاي المشاكل مثلا هاي البلدية في منطقاتين ما هاي المشكلة عندها بالنسبة لتسليم فايات نحن نضعنا ثقة في ذاكا أنتعو وما سيشعر في عملية فرز الانتقاء الآن نحن نضع ثقة في ذاكا أنتعو وفي العلم أنتعو المواطن عنده قابلية أنه ينخرج في هذا المسعى ولكن بعض الأحيان الإمكانيات أو الظروف لا تسمحلوش أنه يجسد هذه الفكرة حقيقة المواطن عنده القابلية ولكن يجب أن يعمل في طرس سلسلة لا يمكن المواطن يفرز يفرز النفاية تاعو بعد يجي الشاحنات تجمع كل ما فرزوا للمواطن لذلك يجب أن يكون تجانس وتجانس يجي عبر الموخ خطط البلدي لأنه في القانون الواضح البلدية توضع المنظومة تعتسير في الموحيط انتحها وتبلغ المواطنين بالنسبة لهذه المنظومة ولكن المنظومة هذه كلمة تكونش تعمل بيتها جانس لا يمكن أن تكلموا عن الفرز أو نجاعة الفرز تشوفي باللي الأمور يجب أن تكون متكاملة لا يمكن فرد مواطن يعمل خارج موحيط تعو ولا البلدية تعمل خارج احتياجات المواطن الآن هناك بين سلوكيات البيئة السليمة هي بين تحديات التي تواجه كل المجتمعات في بلادنا نحن للأسف نشاهد انتهاكات جسيمة بحق البيئة هل هناك ربما مخططات جديدة ستعتمدونها أنتم أو وزارة البيئة الحفاظ على البيئة والصحة العمومية بما يخدم صحة المواطن القوانين واضحة في هذا المجال الملوث يدفع المواطن أقول للمواطن أي ملوثي لازم يدفع ولكن أنا حبيت أن نوضح أمر لأن كثورة الكلام عن بولفيرباليزي المواطن ولكن المواطنة الأزمبلدية توضح له متى يوضع النفاية تعو وأين يوضع المكان تعو وكيفية توضع المواطن لما المواطن يخرج على المنظومة هذه ثم نريد أن نتكلمه على المعاقبة تعو بكل تأكيد شكرا جزيلا لك سيد كريم ووان مدير العام الوكال الوطنية تثمين نفاية على كل هذه الإثراءات شكرا لمستمعنا عليه لقاء شكرا للمشاهدة